بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية اهلا وسهلا بحضرتكم وانا قعد في الكويت بطير ولفلكم جميع دول العالم واجب لكم كل ما هو جديد والنهاردة الجديد عندنا لوحة فنية رائعة من دولة المغرب العربي اخونا المغرب ده ابدع في زراعة الطماطم بطماطم ارضية بتربية رأسية ولا اروع ما شاء الله تبارك الرحمن بعيتها بس عجبني المنظر فقلت ايه هو بيستشير في حاجة صغيرة كده اخنا وضحها له معين وضحتها له على الواطس برضو تمام ولكن ده برنامج عجائب وترائف بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله قدامك الطماطم هي اخونا المغربي يعني اجازة واوجز في قصة ان هي لوحة فنية رائعة عاملها قدامك هي مرب الطماطم الارضية ده هي تعالى حوامل من البوس او من الخشب زي ما يكون زي ما تسمى زي ما بقى المهم المنظر قدام حضرتك ما شاء الله لا قوة الا بالله السؤال الاول اخونا الغالي الطماطم دي رأسية الطماطم دي سلكية ولا ارضية قال لي لا طماطم ارضية طب بتعملها كده ليه هو اول خطأ هو واقع فيه جماعة الخير ان هو شايل ورق كتير من تحت وده خطأ جدا لان الحباية الصغيرة دي هتبقى ايه هتبقى صغيرة معه تمام كان واجب ان هو يستنى شوية بالنسبة للتقليم من تحت تمام لان في الاول وفي الاخر ده طماطم ارضية تمام الفايدة من اللي هو عمله اخونا ده ايه وهقول لكم في الاخر اسمع الفيديو للاخر عشان هقول لك هو باعت يستفسر عن ايه الفايدة اللي هو عملها بقول له انت بتستفدوا ايه يعني من القصة دي تمام هو طبعا الراجل بيجيد الفلاحة زي ما انتو حضراتكم شايفين كده قال لي اول حاجة ان هي يعني ان الثمرة نفسها بتبقى كويسة وده امر طبيعي جدا طالما الثمرة ارتفعت منها على الارض خصوصا التماطم الارضية اللي هي بتزرع في الاوبنفيلد خد بالك الراجل زارع اللوحة الفنية ده هيت في اوبنفيلد ده همت 3500 نابات زارعهم برا خالص ولا عنده صوب ولا عنده تكييف ولا مبردات ولا اي حاجة ولكن انا اعتقد ان الانتاج عنده هيكون غزير 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 اول حاجة بقول لي الثمرة عندنا بتكون كويسة لانها مش موجودة على الارض وبالتالي طبيعية انها تكون كويسة اجاب على حاجة تانية وقال لي عمر النبات عندنا لما بنعمله كده بيزيد دي ملاحظة وطبعا النبات عمره هيزيد عنده تمام هيزيد النبات عنده ليه لان لان اللي هو مسيطر على كل حاجة ما فيش حاجة اسمها هو لما بيرفع النبات كده عن الارض نفس السق نفسها جماعة بتصير غليزة السق نفسها بتصير غليزة وبتدي قوة ودفع للنبات ان هو هيكمل في العمر أطول بدل ما النمو الخضر ده في الزراعات التقليدية عندنا بيبقى كله مكون فوق بعضه والسق برضه بتكون الى حد ماه مش غليزة زيدية لانه متكون كله فوق بعضه ما بتطولش الشمس الإضاءة ما بتكونش كويسة فبالتالي ظروفه هنا طبعا النبات عنده هيزيد العمر بتاع لو زادوا العمر بتاعه اذا فالانتاجية غصبا عنه عن اي حد لازم تزيد شايف اللوحة الفنية الجميلة ما شاء الله ملش تحت هوت تمام ولكن الخطأ الوحيد بس اخونا ده ان هو ايه ان هو شال الاوراق مبكرا كان واجب عليه ان هو يستنى شوية طيب شكويته ايه بقى الشكوى الشكوى الغير اللي اه مازاله طبعا الشكوى اللي هو بيشتكي منها ان حجم التزيير عنده قليل طبعا هو بيقولي ان النبات ده تقريبا ليه حوالي شهر ونص سبعة وثلاثين يوم ده اذا يعني انا متذكر بقلت شهر ونص شهر ونص يا جماعة الخير على النبات ده لسه بدري لان المفروض اول ظاهر عنده بتظهر يعنيه خمسة وعشرين يوم الاول تمام من طمانتاشر لخمسة وعشرين يوم او الشهر الاولاني بتبدأ تظهر فيه الظهر الاولى تمام وبرضو على حسب الصنف فاللسه بدري ولكن التزيير عندك قليل احنا قلناه اول حاجة هتعملها بنسأل الري عندك قدي قد بدي ساعة في اليوم قد قلت نزل الساعة دية اولا لكام لنص ساعة اولا ساعة لربع وبعد كده نوقف على نص ساعة وهنبدأ نعمل حاجة يبقى كده احنا عطشنا النبات فاكيد النبات هي ايه هي يقف شوية لان انا نلاحظ ان فيه زيادة في الازوت زيادة مفرطة في الازوت وهو قال كده تمام اقول لي انا اتبعت البرنامج بتاعك فكان الوضع كده لا برنامج بتاعي مش قصة برنامج بتاعي او بتاع غيري ولكن الانسان دماغه فيه لابد ان هو يشوف لو النبات ابتدى يزيد عنده انا فيه ارض الخصوبة بتاعتها عالية وفيه الارض الخصوبة بتاعتها قليلة واضح ان الارض عنده اساسا يعني تحس ان هي مسكة شوية رغم ان اللونها يميل لان هي تكون هي مش رملية على فكرة الارض لو شفتها كويس مش رملية تمام فالارض عندك الخصوبة بتاعتها عالية فالمفروض حبيبي انك انت يعني تحد من الازوت شوية علشان نمسك العرش ويبدأ يكون عندنا ايه يبدأ يكون عندنا تزهير كويس ففي الحالة ده هي تمام قلت له انت هتقلل للرأي اول حاجة هتبدأ ترشلنا رشة اللي هي النفسلين اسيتك اسد اللي هو الاميكتون او اسمه التجاري كده يعني موجود ده في جميع الدول اللي المادة الفعالة فيه نفسلين اسيتك اسد ده بترش منه رشة 150 جرام لكل 1000 لتر مية تمام يعني وبترش رشة محترمة منه هتبصت لك النبات نم منك يوم يومين وهيبدأ يشتغل تاني ولكن دي بتوقف النمو والخضر شوية وبتزود لي في عملية التزهير دي اول حاجة تاني حاجة عايزين برضو ان احنا نوقف الازوت ده خالص مش نوقفه خالص يعني يكفي الازوت الموجود في نطرات الكلسة اللي انت بتديها كل اسبوع تمام وهي تجيب مركب يكون فيه حاجة زي نطرات الكالسيوم اللي هي 13.046 فيها لا اسف المفروض ما يحطش نطرات كالسيوم دلوقتي المفروض يحط او لو حط نطرات كالسيوم ويحط معها الماب بحيث انه يكون عنده فسفور المهم انه هو يدفع بفسفور عالي ويبوتاسيوم عالي لو حط الاثنين دول مع رشة عناصر صغرة كويسة كل 15 يوم مع ان هو يرشلنا رشة بس الاموكتون دهيت تمام ويحد من الرأي شوية اكيد الامور عنده هتبقى افضل من كده كتير وهتبقى فعلا لوحة فنية رائعة نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان ربنا يتممه له على خير ومازلنا برضو بنتحدث عن ابداع الوطن العربي وعن ابداع المزارع العربي في كل اقطار الوطن العربي والله يعني انا بشوف نمازج ما شاء الله تبرك الرحمن السوريين سدزة المصريين المغربة ما شاء الله ما عندنا عندنا بس دولتين يشدوا حلو معنا شوية هنبقى يعني حاجة الفلسطيني ما شاء الله تبرك الرحمن عليه يعني ابداع بصراحة انا بشوف والله حاجات بتجيلي يعني سيبك من دكتوراه ومجسره الكلام ده كلته احنا يعني قدام يعني حاجات بسم الله ما شاء الله انا عن نفسي والله مبسوط جدا 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 بيها وبتبسط اكتر يعني لما حد يقولي يعني استفدت منك ربنا سبحانه وتعالى يعني يكلل جهود كل حد بيسعى بالنجاح دائما ان شاء الله شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرة تانية بنكرر شكرنا لأخونا المغربة شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته